نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس نجحوا في ضبط سيارتين محملتين بمخدر البانجو بنافق شهيد أحمد حمدي كل الصوب يسلكها تجار المخدرات لإخفاء بضاعتهم غير المشروع عن أعين الشرطة هنا حاول عاطلان إخفاء كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارتين نقل محملتين بالأسمنت السائب لتهريبها من شرق إلى غرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس لكن المحاولة رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط السيارتين بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي وضبط العاطلين وبحوزتهما 481 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن 1250 كيلو جرام بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ترجمة نانسي قنقر